اشتركوا في القناة 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 بيلعب الجوع يلي هو عم بيعطي أردر بدماغي بيلعب كمان الثاني الجوع يلي هو فعلياً أرموناته وأنسولين شو عم بيعمل؟ لأنه كل ما نحنا ما أكلنا كل ما الأنسولين واتي نذكره كل ما كمان الميتابوليزم عم بيكون واتي مش نحنا بس بيوت على الأنسولين يعني خلص هنا جسمي ببلش يعمل ريزيستانس ما بيكون عم بيحرق مثل الأشخاص اللي عم تاكل كل نهار هاي شغلة شغلة تانية بدأقولها الجوع مثل ما قالنا الجوع الخلايا اللي عم تطلبها جسمنا اللي عم بيطلبوا هيدا الجوع هيدا جوع إذا ما أكلنا منصير إريته أول فترة معصبة مزعوجة بنشي لاتر قان بصير خمولة ما عندي طاقة نمشي دونك هيدا الجوع الحقيقة جوع التانية مثلا ببلش جوع لدماغ ولا مرة فكرنا نحنا جوع لدماغ يعني يلي أنا شفت شي طيب طلع على بالي آكل أو جوع لدماغ بيكون أكتر إشتهى يعني؟ منطق ليلة عشية نحنا في صهره أوكي إذا جيت قلتلك عشية في صهره رح يكون في ألقال رح يكون في معجنات تلقائيا كل نهاري كنا تريجي عشية لو أنت البزوان طبعيك مش المعجنات والألقال بس رح تاكل كل شي في معجنات وكل شي في ألقال تاني يوم الصباح لتلك ماي ما في كدلك عهد الطريقة بنحافظ على جسمنا وكل هو الأخبار تاعي تاني يوم قبل الساعة تنتين ممنوع تترويه ما في جوع قبل الساعة تنتين دونك الجوع للدماغ مرات نحنا منعطيه قادر بدي هيك بدي هيك بدي هيك أوكي هيدا غير الجوع الفيزيولوجي هيدا الجوع اللي نحنا راسنا أنا برمشته مرات جوعنا بيكون على الأساس الهلسي قد ما نحنا طلع على بالنا قد ما زرعت بدماغي أنه أنا شخص ما بدي أكل إلا أساس الهلسي أو مرات جوعنا بيكون بدي كيفي حالي بدي أكل هالأخبار أخبار لو مش طالعين عبالنا أو مثلا دماغي بيقول أنا زعلانة أكيد بدي آيس كريم لحتى يرقع عصابة بس أنا جسمي ما نطالب الآيس كريم عيني ما شفت الآيس كريم بس راسي أرر هيدا الشي بيوصل عندي الجوع العاطفة الجوع العاطفية اللي هو أكيد سببه القلب سببه المشي عير كل هودو الأخبار هيدا أكتر جوع البوكسات صح هيدا أكتر جوع بيوجع لأنه فيكون لأنه نحنا داون فيكون لأنه بيذكرني بأشياء تانية يعني أنا فينا كل مثلا أتذكر ماي لما تقول ماي يقول عدنا أنا وإياها مثلا جلسة حلوة شربنا دي زوم ما بعرف قهوة قاعدت هيدا القهوة سوى طعمتها كانت طيبة فأنا كل ما أنا أقول ماي بتذكر هيدا القهوة هيدا القاعدة بصير بدي كررها يعني هيدا الصبحية اللي بنعملها عطول مع الأشخاص اللي منحبها مش عطول مرجعة لا عطول التسلاية بالحكة مية بالمية هي هيدا اللف لمة وسائبة الأكل هو اللي بيكون جمعنا أو مثلا طبخة الوالدة أو التاتا كانت تعملها وكتير طيبة بذلك تتذكرها وكل حياتك بتحبها لو كانت هيدا طبخة مكما أنا طيبة بس لأنه بتذكرك غير أنه الجوع الأموسيونال ما فينا نكذب لما نكون نحنا داون نحنا مننبش وين بدي عالي السيروتونين لأنه الكورتزول كتير عالي بركو الضغرة على نبش الأكل لبعالي السيروتونين الحلو على الدبس طبعا هلا حلاوي ودبس روعة بس ما بدنا نغطوص كتير فيهم حتى ما ناخد واحدة حالية عالية مية بالمية هيدا من ناحية من ناحية تانية مثلا فينا كمان نفكر جوع العين جوع العين يلي كتير بيشتغلوا عليه بالماركتينج جوع العين بيزابطوا البرزانتاسيون بتكوني أنت مع بالك قاعدة بسوبرماركت قاعدة وين مكان عاملوا بريزانتاسيون كتير حلوة للأكل لخبرية دغر تلقائيا منروح نحنا نتناول القصص اللي شفناه لأنه شكله نصار بيشاهه هيدا جوع العين ما منشبع فيه بسهولة ومنه محبز نغرق فيه كتير يعني يا نغير مثلا بقوله صرح نظري على شي تاني أو أخذ أردر لأنه أول ما شافت عيني الأصص عارت أردر لدماغي أنا بدي من هود الأصص وهون ما منشبع منأكل 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 ما فيه فان للفان تبعنا هيك هيك بيسموها الفرنسيبية لأنه ما بيشجعوا على هيدا الجوع وهون أكيد نحنا بنعمل بلوكاج للموضوع أنا خالص بدي أوقف ما فيه لأنه من بعدها فيه كيل بابليتة كتير عالية أوكي جوع الأنف مع التم ليه مع بعضهم لأنه نحنا منشمل ريحة الأصص مرات منيك جوعاني فتع مطرح في ريحة بطاطا اللي بيفتكر أنه العالم معظمنا منحبة ما فينا نقول لأمس طيبة فبمجرد ما شميت الريحة لو أكلها ما بعرف شو أكلها قبل إلا ما بدنا نسوي لحبتين وثلاثة هون دماغنا يا بيقول كفة أكل يا منقول ستوب أنا ما بدنا نزيد وزن أو هيدا شي منه كتير هالثي بدنا ننتبه هيدا شغلة أكيد ننتبه لنا نحنا الأنف مع التم عادة نكرم لك منقول نحنا فيها نتحكم كتير بهيدا الجوع لمن نحنا ما يعني بقدر فسل ما أتحكم فيه لمن ما كنا عم شم لمن يكون في عنا مشاكل صحية بتمنعنا نحنا نشم لحطي يوصل قادر ونحنا جوعانين جوعي اللي بيكون أكتر من الفم نحنا من جوع تكستور يعني بأرقش بتذكر هالشعور هي الأرقشة عالية السيروتونين خلتني كون مبسوطة وكمان عهيد بينعمل كتير ماركتنج إذا منركز على الدعيات عطول الدعيات الأصوات الأشي كروسية مية بالمية الأصوات اللي بتطلع هودا الأصوات يلي بتخلي الأشخاص تكون عم تشتهي تاكل بيكون إن شاء الله يكون عم بيحضرنا بيحضر أسمه اسمه يمكن هيدا بلوغر يعني مش بلوغر يوتيوبر بعتقد بيعمل فيديو بس عم بيأكل وبركز على هول الأصوات وإتس بايرل يعني وين ما كان بيحضروا وصار هيك إنه تراند يعني بيتصوروا هني وعم بيأكلوا بيطلعوا أصوات ما كنت متخيلي هل قد في أنواع جوع أنا بخصة عندي بس جوع عتيق يعني هيدا زي بديك هلكم أنا بنحكي عنه لأنه هيدا الجوع العتيق صار جوع كتير إيموسيونال هيدا هو أكيد هيدا إيموسيونال أكتر نعم على سبيل النكتة بس هو طبعا الجوع العتيق بكتير درجات عالية وكتير إلو أسبابه يعني مرات شوي إيموسيونال هيدا الجوع بس مرات تانية مش عطول بتكون إيموسيونال مرات بتصير بيولوجيك مرات بتصير عادة أبيتود كمان قدي بشعل أبيتود وقديش فينا ميرنا بما أنا عم بسأل عن الأبيتود نغير هيدا الأبيتود نغير هيدا العادة كل شي بيرجع للدماغنا يعني عطول أنا وعم بعمل الأكت ديزو أنا اليوم عم باكل كورنفليكس لأنه إحنا بنعرف أنه بسأل حالة يميرنا أنت مستوعب أنه أنت فتحة ربتت خبز كأنك وعم تاكل خبز أنت مبسوطة عم تاكل هاو دولي أنت جعانة ولا أنت عم تتسلي إذا عم تتسلي وقفة بس إذا أنت عم جد جعانة والجوع البيولوجي المظبوط ما في من بعده كل بابلتة يعني إذا هلا أنا وياكلنا يقول لها يا ماي ومن خلص الحلقة نروح ناكل كنافة من بعد ما نخلصها لأنه حكينا عن الأكل ولأنه كل حلقة أكل رح نروح ناكل كنافة من بعد ما نخلصها تنينتنا يقول لها كان فينا ما أكلها تعرفي يا ريت أكلناها من دون الخبزة كنا وفرنا كالوريات منحكي كتير بالكالوري منحس بكل بابلتة من بعدها في عائدة زنب ليه أنا أكلتها ما كان لازم أكلها لأنه جسمي منه بحاجة لألة صح بس لمن أنا حس أنا بحاجة أنا اليوم بد كنافة لو كانت لو خبرتك من اليوم لبكرة ماي بتفوتلك هلا هيدا بين ثمانمية وخمسين لألف ومئتين كالوري بل إيها يا ماي ويه هي بتفرق مثلك المرة بقول حسب أي ساعة بيكون الكنافة كل ما أخذ الكنافة الصبح يعني من نرشي عليها كتير قطر لوحدات الحرارية عليها قليلة يلي هي بتكون حوالها ثمانمائة كالوري كل ما زدنا عليها قطر بنهارات وجيت عم بكرة الساعة ثلاثة وأربعة بتواصل للألف ومئتين كالوري دونك هوا دولي حتى بدون كعكة؟ من دون كعكة أقل يعني إذا كانت الكنافة من دون كعكة السبع عم جيبة بتكون حوالها أربعمية وخمسين كالوري لأنه القطر أقل تقطع يعني تقطع تقطع بس بنهاراتي يعني الكنافة اللي كل ما يفوت زبون تحط عليها ملقعة كبيرة من القطر بتشرب كتير بتواصل لتمنمائة كالوري من دون الكعكة من قطر أقل تقطع صغيرة ومنتذكر نحن أنه السكر وكل هالخبار من بعدها رح نرجع نجوع منها كافية للتعمل أدت أمور اللي فيه أصلا بس أنه إيه لا أكيد أكازيونال ما أصلا ما فينا يعني نحن حالنا بس أنه ما تكون عادة هيدا هي يعني هولي الأشياء ما تكون عادة مية بالمية هودا الأسفر أنه كل أحد وكل سبت وكل هيدا العادة هيدا جوع اسمه بس جوع بس لأنه أنا دماغي طولي عباله لأنه أنا من الكولتور تبعي أنه أنا كل مثلا كل نهار أحد بدك نافي هيدا جوع المقلو عافي هيدا بنتعلم عليه صح لا أحد الترويئة عطول بدك تكون كنافة لا مش درو تكون عطول كنافة نحن فيه كمان جوع مرتبط بأماكن هلأ أنا خطر لي من خبرة شخصية أنا بس كون عندي دوين بالواتي في ما بيكل دلنا على الأهوة والماء بعمل فاستنج لأكتر من 23 ساعة مرات يعني لا طيّر طيّخص شغلك تخلص شغلي يعني لا الأربعة وقت كون بالمدرسة ما في ما أتروأ وقت الريكرياسيون بأعتقد هيدا عادة لها بطفولتك كمان مية بالمية هيدا بدك بطفولتك بريحة الأكل لولاد لكلهم عبياكل أنا كمان بدك أكل صح بعدين ما تنسى شغلة لمن يكون عندك مدرسة الأكتيفيت تاغير أول شي عم تحرك أكتر وصفك بدك تخيل بدك كتير أنيرجي منه صف كتير هذا الصف الريك بدك يكون عندك أنت أنيرجي لتقدر تعطي تقول أنت بحاجة أكتر للأنيرجي طب من هون بدي أخلق سؤال تاني الفاستنج إذا مش كان بشكل ريجولي هو ريجولي بس مش كل يوم نفس الساعات بأثر هلأ هو قد مفويده كتير ما عنا مشكل أنه ما يكون هالقدة ريجولية كل يوم نلعب نحنا نتحكم بالساعات بس هو مثاليا يكون كتير ريجولية يكون منظم مثاليا حتى شو فينا يكون عم بتروأ أبكار واتعشهم أخر كل ما أنا بكون عم بستفيد أكتر من الفاستنج بس اللي بيزعلنا تروأ بكير واتعشها مأخر سوري اتعشها بكير يعني بكر بترويته بكر بترويته وبكر بعشيه 100% أنا قلتها لاتصوري لا بس أنا بدي أتأكد لأنه بدي أسرعه وبدأ بلشها لأنه هي فعلا كتير مفيدة يعني اللي بيقدر مثلا يوقف على الستة مثلا ويتروأ تاني يوم على الساعة عشرة هذا إديال اللي بيقدر يوقف على الأربعة مثلا ويتروأ على تماني لأنه بحكم شغله واطلوب بأنه يتروأ بكير تيكون عنده طاقة بيكون أحسن بعد من يلي يوقف على الساعة ستة أوكي دون كل ما وقفت أكتر كل ما أبكر كل ما أنا جسم مرتاح أكتر كل ما أنا نمت خفيف كل ما جسمي هاضم كل المأكلات اللي يأكلها كل ما عالت نعفن بالمعدة أقال الإنزعاج أقال متابوليسمي أكتر نسبة الحرق عند مرتاحة أكتر ونحنا فراش أكتر في طاقة بيكون أكتر بجسمنا كيف فينا نغير جوعنا ونكسر هايدي حكيتي إنه دماغ هو بأسرع كل شي هلا أنا أول الحلقة كتعمل لك شو اللي بجوع فينا دماغنا معدتنا أنا بنسمع أصوات كمان مرات بتصير تكركل بعرف إنه أكيد فيه جوع فيزيولوجي بس كمان كلنا بنعرف إنه هون بتتحكم بكل شي فينا؟ فينا هلا في بعض الأدوية اللي بناخدها ما بتخلينا نتحكم 100% يعني اللي بياخد أدوية للحساسية اللي بياخد أدوية طويلة بالكورتزان هلا أكتر هايي نقال لك الكورتزان إيه وقفوا سكر وملح إنه أنا كتير فهمانة لا وقفوا سكر وملح مش عطول بيكون هو المفتاح بس لأنه نحن اللي عم بياخد كورتزان لوقت كموتينو بده يشتهي بده يطلع عباله بده يعوز إنه يكون عم بيأكل فعندك الكورتزان عندك ما تنسى كم الكورتزان عم بموت له من عضلة عم بيخسرني من جدار المعدة دونك عم بيرقي جدار المعدة جسمي عم بيصير يطلب أكتر أكل فمننتبه عند الكورتزان عند أدوية الحساسية كتير أساسية وعند أدوية الاكتئاب من القصص الكتير أساسية يلي بتعمل جوع بيجي هيك حدا نحن اللي نحن بنحب نختاري هون أدوية اللي بنستعمل انتي انفلاماتوار نوستيرويديا يلي لأنه عنا وجع ضهر لأنه عم بياخد فيتامين ديزون بيدوز عم بياخد بعض الفيتامينات الأساسية يلي هن بتفتح شوية القبلية بس مش مفروض يكونوا هن الأساس يلي بخلوني ما أترك مجال لحالة إن أتحكم هاو دي بيلعبوا دور إنه يفتحوا القبلية بس مثل ما قالت دماغنا كتير أساسية حتى يقدر يعمل بلوكاج بلوس نحن يعني عطول إسأل حالي أنا يا ميرنا أنت جعانة فوتك له أنت منك جعانة منك مطرية وأنا عم بيكل القصص شبعت لأنه إذا كانت الفان تبعي بس هيدا الجوع لأنه هيك بصوا عم بيكل لأنه شفتها ودول الأكلات أنا ما رح أعرف وقف إذا أنا كان الجوع لأنه شميت ريحة طيبة ما رح وقف لما نحس بأنه أنا شبعت تخيلي ساي الشبع من واحد لعشرة يعني نحنا مرات جسمنا على الستة بيقول نحنا منكفة 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 وياما إذا بقلك الحسيسة اللي منحسها على الديس ياما نحنا منحسها منصلة ومنكفة حياتنا عادة بس من هيك ميرنا بنسمع كتير أنه كله عما هلكون لا يوصل المساج على دماغك أنه أنت شبعت بس مرات بيوصل المساج على دماغه منتنشو يعني هون لأنه نحنا عم ناكل أكل عاطفة وقف يعني بدأو شبر حالة وقف لأنه من بعدها رح كون زالينة شو عملت بحالة بعدين من بعدها إذا شفت في عندي وزن زيد رح سير عم بغير ستيلة يابة عم بغير حالة عم برجع فوت بدي لام كقابة لا لو أنا زالينة خليني أعمل إفار كتير صغير أنه أنا كم شغلة وقفن بعدين نبش على القصص البديلة يعني أنا عم نبش على السيروتونين ليش عطول بس بنبش على السيروتونين بالشوكولاتة ليه عطول بنبش على السيروتونين بالخبز أو بالقصص الدسمة مثلا فيك بكل بساطة وهلا بنيقوله الأميرنا عم تتفزلك بس مثلا الجيش فيه مده اسمه تريكتوفان تريكتوفان بتعلي السيروتونين الدورة الدورة بعل السيروتونين بشكل كتير عالي كمان لأنه فيه بريكورسور للسيروتونين فلا فين أكل دورة فين نقيون الدورة الدورة زي ما كنا نحنا مش بموسمون كعرموز دورة فين نقيون يلي بجيبون بالهيدا يلي بجيبون بالبزوء حتى مش فين يجيبون حتى من البزورات طالع عبالة آكل بخلط ندفت بزورات مثلا وفستو بخلط بكتر أكتر الدورة بإيده هن يلي بكون أنا عم باكلهم من ناحية الموالح طالع عبالة حلو بوقف فين أخد كاكاوو بعمل كاكاوو طيب أكيد طالع عبالة حلو والساي كتير عالي ما رح يشبع من كفنجين كاكاوو نقي معه لوح شوكولات أنا بحبه مع بعضهم كون بنزون قوية حسيت بالسكر قدرت أعمل بلوكاج قدرت أعمل ستاب بس أني كون أنا عم بجيب لوح شوكولات طيب بالأخص من هون المليئين اللي من جيبهم بالباكي ما من جيبهم باللوح فين أكل الباكي بلا ما حس دونك هاو ده مين مين وقت يكون طالع عبالة كتير مش كون أنا عم بسن فيون ورا بعض ورا بعض لا أخدت لوح وقفت حتت معه بديل جرب إذا قدرت حت معه كمان من هالمكسرات أخلط هالقصص مع بعض أولا كرم الأنسولينة تانيا أنت تكتر هيدا الطعمات ومع بعضهم عن جد بساعدوني أنه نعله السيروتونين وقدر أقول ستاب علق كمان الترمس كنا عم نحكي عنه هذي كل مرة عم بيكون موجود في كتير بديلة صح في بديل بس نحنا لمن كون عنده هيدا الجوع صح بس لمن يكون عنده الجوع العاطفة ليه ما فكرت فيون لأنه دغري بركض على الشيء الجاهز والسريع اللي بكون عم بيخط وبعدين بلوم حالة فأنا وعم بيكل القصص قول لحالة أنه ستوب أنت بديك ولا ما بديك الشغلة عارفتي هود القصص اللي نحنا كله بديه كله بديه يرجع لدماغنا حتى منرجع نفوت بديبراشون لمن نشوف وزننا عم بيزيد ونرجع نفوت بهذا السيرك بلوس شغلة كمان بدي أولى كمان نضلنا نحنا منتبهين عليها أنه نحنا وكي عم نحكي في دماغنا في معدتنا الأصوات اللي منسمعها مرات بمعدتنا من ناسيني أنه نحنا يا الله عطول منسل لأنه منسأل حالنا يا الله عم بيكركر بطنه لإيكس يعني حرام شجوعان أو هيدا لأ نحنا في آر بيولوجيك عند معدتنا بتتعود أنه ليه إذا بتلاحظه مثلا إذا اللي بيعمل فاستينج أول يومين ثلاثة إيه فيه كرقرة بالبطن عم بتكون بس من بعده ما عم بيكركر البطن تب ليه ما عم بيجوع يعني لا أكيد هو الجسم نوع عم بيجوع بس ما عم بيطلب الأكل لأنه الماء دي صارت معودة ما بقى تاخد أكل بهيدا الوقت نحنا بتكون معودتها على الترويئة مثلا أو معودتها على العشاء إذا ما تعشينا رح نسمع أصوات ببطننا رح نفكر أنه صار بطننا فاضي هو لا ما النفاض مرات بيضل فيه بس صار وقت أنه نحنا نكون عم ناكل كلمة أخيرة بتقوليها لكل اللي عم بتابعونا عن الجوع أنا اللي بدي أقوله الجوع أكيدا مثل ما كلنا بنعرف في عند البيولوجيا اللي هو كتير أساسي لأنه نقدر نعيش وأكيد أنا اليوم بدي أكون عم بحكي شيء مثاليات وقالكم أنا مع التغذية الحدثية وعاتحكوا هيك وعاتحكوا هيك ما رح أحكي شيء أنا رح أقول فيه جوع بيولوجيا وفيه جوع عاطفة تعو بكل ذكا نعب الجوع البيولوجيا ونعب الجوع العاطفة بقصص تكون عم بتفيدنا طيما نرجع نندم بعدين لا بدأ لكم شو حسين كله ولا ما تحسوا بكل بابلتا ولا قاعد أرجع كأني عم بربى هالجسم وربى العالم من جديد اللي بدأ أقوله أيم كلنا وأنا كمان بحس بكل بابلتا وتأكل قصص جسمي بسطة لأنه روحي طلبتها ومش جسمي طلبها شيء كتير طبيعي قد ما فينا ساعة نجرب نقل قصص لتكون هالثير لا أكتر ولا أقل الكرميل ما نندم بعدين ونقول ليش نحنا ما نعود نحب حالنا شكرا كتير لك هنا أهلا وسهلا فيك من التعال الأسبوع المقبل فاصل أصير مشاهدين وليقاء فني التشكيلة بعد الفاصل منختم فيه لقاءتنا لليوم من برنامج يوم جديد اشتركوا في القناة